مشكلتنا مع أهل الخلاف هي هذه ولذلك أقول إن الإشكال ليس مشتركًا نحن ننقم عليهم ماذا؟ الانقياد الديني للانقياد السياسي الدنيوي بمعنى المتاركة بمعنى تسليم الحكم الذي هو مجرد عفطة عنز لبعض الحكام هناك فرق أئمتنا علماؤنا كثيرٌ منهم ما ثاروا على الحكام الجائرين صحيح لكن هل أقروا بشرعيتهم؟ كلا إلى اليوم من آيات ودلائل أن شيعة أهل البيت وعلمائهم لا يرون شرعية الحكام أنهم لا يصومون ولا يفطرون مع إعلان الحاكم هذا شنو معنى؟ حاكم يجي يعلن يقول اليوم عيد شيعة صايمين ليش؟ يقولون لا إحنا ما نسمع كلام الحاكم ولجنة الإفتاء مالت وما أدري لجنة الهلال وما أدري كذا وإن أعلن إعلاناً رسمياً من قبل الدولة يقولون إحنا نتبع من؟ الحاكم الشرعي يعني أنت حاكم مو شرعي كل بساطة الشيعة إذن لا يقرون بشرعية الحكام لكن ليس بالضرورة أن كل حاكم غير شرعي في نظر الشيعة يثورون عليه ويتصادمون معه صداماً دموياً مسلحاً ليس شرطاً بل يمكن هنا أن تتحقق المتاركة ما دام ديننا محفوظاً إذا افترضنا أن هناك حاكماً يتركنا وشأننا شنو يعني يتركنا وشأننا؟ يعني ما يضيق علينا لا في ديننا لا في عقيدتنا لا في شعائرنا لا في دعوتنا لا في حريتنا في إبداء عقيدتنا وآرائنا ولا يضيق على من ينتقل إلينا يعني واحد بكر يجي يتشيع ما يروح يزج بالسجون ما يحقق وياسي نجيم يسوي إلى مشاكل يتركنا وشأننا نتركه وشأنه هايهات من الظلة هايهات من الظلة هايهات من الظلة هايهات من الظلة وأنا هذه كم مرة قايلها أنه إذا كانت هذه الأسر الحاكمة التي الآن بيننا وبينها حالة عداء مثل أسرة آل سعود أسرة آل خليفة مثلاً عندنا مشاكل وياه البارحة أيضاً تعلمون أنه وقعت جريمة في سيهات قُتِل فيها أو استُشهِد فيها بعض من خيارة المؤمنين هذه مشاكل موجودة في هذه المنطقة تحت حكم هاتين العائلتين أو الأسرتين الخبيثتين إذا افترضنا أن الله أصلح حال هاتين الأسرتين مع أنه جداً مستبعد إن افترضنا فإجت الأسرتان هاتان قالتا مرة وحدة إحنا نعرض عليكم يشيع عرض أنه نصدر قرارات كالتالي ونمشي على هذه السياسة من الآن فصاعداً شنو؟ أنه أنتم الشيع لكم حرية خلص أدعوا لمذهبكم لدينكم لعقائدكم لا أحد يقف أمامكم من يتشيع لا نجور عليه حر المناهج الدراسية لا تحرِّض عليكم حقوقكم الدينية وحقوقكم المدنية كاملة خلص مقدساتكم تعود إليكم مثل مثلاً آثار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة يعاد بناؤها قبور وإمة البقيع عليهم والسلام يعاد بناؤها مراسمكم شعائركم كلها محفوظة أسوةً بالآخرين حالكم من حال الآخرين هم الشيع ما يطلبون غير المساواة ترى بس لأنه إذا تحققت المساواة هم الشيع ينتصرون وينجحون وينتشرون أكثر لأنه قوتهم قوة ذاتية تنبع من الحق إحنا بس نريد أنه نتكلم بطلاقة بحرية الناس رحي تشيعون ما نريد شيء آخر ليش الشخص لما يتشيع من الطائفة الأخرى في حكم آل سعود يذوق الويلات ليش لماذا البنت الفتاة التي تتشيع لماذا تخاف من الدولة وتخاف حتى من أسرتها أو قبيلتها لماذا ويقتلونها أحياناً يجورون عليها أحياناً لماذا خلوا الناس أحرار في اختيار عقيدتهم فإذا افترضنا أنه آل سعود أو آل خليفة يجوا وعرضوا علينا هذا العرض إحنا نقبل ما عندنا مشكلة ونقول خلص نتارككم يعني أنتم لكم الملك لن نزاحمكم فيه إحنا ما نبغي السلطة لمجرد كونها سلطة خذوا سلطتكم إنما هي عفطة عنس بالعافية عليكم المهم ديننا محفوظ بعد ليش نتصادموا إياكم لكن المشكلة أن هاتين الأسرتين الغبيتين إلى الآن مصممتان على التصادم ما يقعد راحة يشوف التشيع ينتشر ليش ما تدري ما يقعد راحة يشوف واحد يتشيع يسوي له مشاكل ما يرتاح يشوف المقدسات الشيعية ماثلة أمامه لازم يهدمها ما يحب يسمع ذكر الحسين ما يحب يسمع ذكر آل محمد عليه السلام المشكلة فيكم ليست فينا نحن لا نريد صداما أنتم تضطروننا إلى المصادمة هذه مشكلتنا